الركيزة الأولى الهوية الجندرية أن يعيش الإنسان وفقا لهويته الجندرية هكذا يقول علم الجندر الاجتماعي تحدثت كثيرا في هذه الحلقة في هذا الاتجاه ولا أريد أن أستمر في حديثي لأن الكلام سيطول ويتشعب سأكتفي بالذي قلته الركيزة الثانية الركيزة الثانية هي ما يؤكد عليها علم الجندر الاجتماعي تعديل الواقع الاجتماعي تعديل الواقع الاجتماعي وإنما يتم هذا من خلال المساواة في الفرص ومن خلال المساواة في الأجور قطعا أهم الفرص هي فرص التعليم وفرص العمل هناك أنواع أخرى من الفرص لكن الفرص الأهم في حياة الناس فرص التعليم وفرص العمل المساواة في الفرص قطعا علم الجندر لا يتحدث هنا عن الرجال والنساء فقط وإنما يتحدث عن كل الهويات الجندرية عن كل الأصناف الجندرية فعلم الجندر علم يتحدث عن كل المجموعات الجندرية المساواة في الفرص إنها فرص التعليم وفرص العمل بالدرجة الأولى المساواة في الأجور قطعا الأجور إنما تترتب على العمل فهناك مساواة في التعليم وقطعا هذا التعليم سيقود إلى العمل بعد التعليم يأتي العمل فرص في التعليم تحكمها المساواة ثم فرص في العمل تحكمها المساواة ثم تأتينا المساواة في الأجور بين الرجال والنساء باعتبار أن العدد الكبير من المجموعات الجندرية إما أن تتكون هذه المجموعات من الرجال أو أن تتكون من النساء أما الأصناف الأخرى لازالت قليلة بالقياس إلى مجموع البشر ستكثر في الأيام القادمة هذا أمر طبيعي فهناك عمل وهناك مخططات وهناك نشاط دؤوب لأجل هذه الغاية إذن هاتاني ركيزتان مهمتان من ركائز علم الجندر الركيزة الأولى الهوية الجندرية أن نعيش وفقا لهذه الهوية الركيزة الثانية أن يكون هناك تعديل للواقع الاجتماعي لا أن تكون فرص التعليم للرجال فقط أو لمجموعة من المجموعات الجندرية وكذلك بالنسبة للعمل وكذلك بالنسبة للأجور فبعد تشخيص الهوية الجندرية وأن الحياة تكون مبنية على أساسها ندخل في تفاصيل الحياة ونبدأ من هنا من تعديل الواقع الاجتماعي فتكون برامج الحكومات وبرامج المؤسسات وبرامج الجامعات وفقا لهذا النظام فرص متساوية لكل المجموعات الجندرية في التعليم وبعد التعليم فرص متساوية لكل المجموعات الجندرية في العمل وبعد أن يكون العمل هناك مساوات في الأجور بين كل المجموعات الجندرية فليس هناك من تمييز بين رجل وامرأة بين مثلي وغير مثلي وهكذا